نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الترصيم يوم 15 سبتمبر يوم من وطني للإمام الجزائرين هو مطلب سابق من مطالب المجلس الوطني المستقل للآئمة والمطلب سجل بتاريخ 8 نوفمبر 2018 وذكرنا فيه جملة من المبررات اليوم ذكرت في كلمة رئيس الجمهورية التي ألقيت في ذكرى وفاة الشيخ العلامة محمد بن كبير رحمه الله إذن اليوم الوطني للإمام هو نظير الجهود الجبارة الجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها الأئمة في هذا الوطن العزيز الجهود مقاومة الاحتلال الفرنسي والاحتلال الإسباني أيضا وجهود محاربة التطرف والعنف وخطاب الكراهية والتفريقة في المجتمع اليوم الوطني للإمام هو لتعزيز مكانة الإمام وقدر الإمام في المجتمع الجزائري هو أيضا نظير المجهودات التي بذلها الأئمة لنشر الوسطية وخطاب الاعتدال والترصيخ للقيم الإنسانية والقيم الأخلاقية في المجتمع الجزائري أسألك عن هذه المبررات أنت قلت هناك مبررات لكي يتم اعتماد يوم وطني للإمام ما هي بالضبط هذه المبررات التي وضعتها سنة 2018 نعم ذكرنا جملة من المبررات وقد ذكرت اليوم في خطاب رئيس الجمهورية في ولاية أدرار قلت هذه المبررات أنه لا بد من إبراز الدور والجهود الكبيرة التي يقدمها الأئمة في المجتمع الجزائري يوم وطني للإمام هو بمثابة رمزية كبيرة معنوية لقيمة ومكانة الإمام في المجتمع الجزائري فنتمنى أن تتلوها خطوات أخرى من شأنها دعم وتعزيز مكانة وقدر الإمام في المجتمع كقدوة كموجه للخير كعنوان للفضيلة كمربي في المجتمع والجوانب الأخرى التي يؤديها الإمام اللي اليوم الكل يشهد بها لما جاءت أزمة كورونا في الجانب التضامني والجانب الاجتماعي والجانب الوقائي من هذا الوباء فكل هذه المبررات كنا قد سغناها في 2018 وقلنا بلابد أن يكون بالإمام يوم وطني في الجزائر والحمد لله أنه تم اختيار تاريخ 16 سبتمبر هذا التاريخ عنده رمزيتين بالنسبة إلينا الرمزية الأولى وهي ذكرى وفاة الشيخ العلامة الشيخ محمد بالكبير عليها رحمة الله طبعا العلامة الشيخ محمد بالكبير رحمه الله يعني أفنى حياته في خدمة التعليم القرآني والأحكام الشرعية والفقه وتربية النشأة في مدرسته القرآنية العامرة بولاية أضرار خريجي المدرسة تلك الشيخ محمد بالكبير استعادت بهم وزارة الطربية في التعليم أغادات الاستقلال بعد الثورة الجزائرية اليوم غالبية الأئمة في مختلف الولايات هم من خريجي المدرسة القرآنية للشيخ محمد بالكبير الشيخ محمد بالكبير اجتمع في عهده 1400 طالب يدرسون في المدرسة يأكلون ويشربون وينامون بلا ميزانية وبلا دعم رسمي أو منتظم ولكن هي قدرة الله سبحانه وتعالى وبفضل مكانة الشيخ وجهوده وخدمته والمحسنين فنفتخر اليوم أن يرسم هذا اليوم في ذكرى وفاة الشيخ العلامة محمد بالكبير الرمزية الثانية أنه شاءت المقادير أن يرسم هذا اليوم في تاريخ أو في ذكرى تأسيس المجلس الوطني المستقل الأئمة اللي يتأسس في 15 سبتمبر 2012 فأربي سبحانه شاء أن نجمع بين هذه الرمزيتين اللي كلهما نفتخر بها كأعيدة